موسيقى الحصار مقابل الحصار فضائع مزعومة وأكاذيب الهروب الكبير موسيقى الحصار مقابل الحصار اليمن يفرض معادلة جديدة تؤكد للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها سواء في المنطقة أو خارج المنطقة وتحديدا للكيان الصهيوني الذي تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عنه بكل وسيلة وتسمح له بفعل كل ما يريد من جرائم ومجازر ليس فقط تسمح بل تشارك في هذه المجازر بحيث أنه يعترفون بأنه لا جدوى من الرد العسكري على القوات اليمنية وعلى القيادة السياسية في صنعاء اتخذت القيادة السياسية في صنعاء خطوات كبيرة ومهمة بعد أن كانت صنعاء واليمن عموما هذا اليمن الذي نتحدث عنه بقيادة السيد عبد الملك الحوثي بعد أن كانت محاصرة وعلى سنوات وتحديدا منذ مارس 2015 بعد العدوان الذي نفذ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي اليمن تحاصر هذه الدول التي شنت عليها الحرب عندما نقول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فقط نذكر بكتاب مايك بومبيو بومبيو وزير الخارجية الأسبق الأمريكي الذي قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تقود تلك الحرب وأن الحلفاء العرب الآخرين الذين يظهرون في الصورة هم مجرد مساعدين ولا حاجة أيضا للتذكير أن إعلان الحرب تم من واشنطن إعلان الحرب هذا التحالف العربي الذي سموه تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن هذه الحرب من واشنطن الآن ما الذي يجري؟ الذي يجري أن هذا اليمن هو الذي يحاصر هذه الدول وتحديدا الدول التي الآن تعضد الآلة العسكرية للكيان الصهيوني وتمارس لهذه الآلة القتل وارتكاب المجازر بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم في غزة يقدر حجم التجارة البحرية لهذا الكيان الصهيوني بحوالي 400 مليار شيكل أو شيكل سنويا أي أكثر من 96 مليار دولار يستحوذ البحر الأحمر على 30% منها هذه الأرقام يضعها الكيان الصهيوني في مقدمة اهتماماته عندما يريد أن يتعامل مع هذه القضية تحديدا وأصبحت هذه المسألة هي الآن الشغل الشاغل الذي يسيطر على أفكار وبرامج الكيان الصهيوني بما يدفعه إلى الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد تحالف عسكري بحري هو في الأصل موجود لكن تفعيله مرة أخرى وبطريقة مختلفة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا التداعي في سمعة الولايات المتحدة وفي سمعة الكيان الصهيوني وما يؤثر ذلك على الاقتصاد وبالتالي على القرار السياسي والعسكري لهذا الكيان الصهيوني هناك اعترافات من مسؤولي ميناء إيلات إيلات وما أدراك ما إيلات التي تتعرض باستمرار لصواريخ الجيش والقوات المسلحة اليمنية هذا يعترف جدعون قولبر بأن تهديد اليمن للسفن وليست فقط السفن التابعة للكيان الصهيوني بل كل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني فقط على الميناء نتحدث ميناء إيلات يقول إن تهديد اليمن بالسفن المتجهة إلى إسرائيل أبطل من ثمانين بالمئة إلى خمسة وثمانين بالمئة من أرباح الميناء مضيفا أن تغيير مسار الملاحة البحرية سيرفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة تقدر بنحو ثلاثة بالمئة ثلاثة بالمئة هذا يعني يعني كثير متفائل لا لا الأرقام الرسمية تتحدث عن ثلاثين بالمئة ما سيزيد العبء المالي على الإسرائيليين بن قوسيم بنحو عشرة مليارات ونصف المليار شيكل أي نحو ثلاثة مليارات دولار وحذر غولبر مما أسماه التهديد اليمني للطرق البحرية في البحر الأحمر وكشف عن أن هذه الخطوات كبدت نحن الحديث عن الميناء فقط ميناء إيلات خسائر باهظة ويعبر هذا المسؤول الصهيوني عن قلقه من أن يؤدي إغلاق باب المندب عمليا لم يغلق باب المندب القوات اليمنية تتحرك في محيطها كما قلنا سابقا ونؤكد مرة أخرى لكن من يضمن أن هذه القوات اليمنية ستبقى تتحرك في محيطها عندما تريد الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني إيجاد ما يسمى بتحالف البحر لمنع استهداف السفن المتجهة أكرر المتجهة إلى الكيان الصهيوني قادة عسكريون في الكيان الصهيوني خصوصا القائد السابق للبحرية طبعا هم حتى القادة الحاليين أيضا يحذرون لكن الآن مجغولون بالحرب العدوانية التي شنوها على الفلسطينيين في غزة فيسمحون للقادة السابقين مثل القائد السابق لبحرية الاحتلال أي لعازر ماروم هذا شدد على أنه يجب عدم الاستهانة بحركة أنصار الله اليمنية داعيا إلى التعامل معها بجدية مشيرا إلى أن صنعاء لم تحدد في هذا الغموض الذي يذبحهم ما الذي ستفعله لمنع السفن من المرور عبر البحار أو كيف ستفعل ذلك وهذا ما يدفع الغالبية العظمى من السفن إلى عدم المخاطرة والذهاب إلى الأرصفة بين قوسين الإسرائيلية طبعا شركات التأمين رفعت أسعارها ويشرح كبير الاقتصاديين في شركة بي دي أو للاستثمارات مفاعل العمليات العسكرية اليمنية مؤكدا على أن التهديد اليمني للشحن البحري إلى الكيانس إلى إسرائيل يعني هما يقولون يكبدنا ثمنا اقتصاديا باهظا في تكاليف المعيشة وسلاسل التوريد موضحا أن هذا التهديد يؤثر على مستويات العدة ويجي يشرحها لكن ما هي الخيارات المطروحة أمام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية إذا كان الأمر يتعلق بعمل عسكري فهم فعلوه منذ 2015 وأجبروا على الاعتراف بفشلهم عسكريا ولم يتمكنوا إلا من الاعتراف ضمنا بفشلهم عندما رضخوا لموضوع حالة اللا حرب واللا سلم وأوعزوا إلى المملكة العربية السعودية للتصالح والآن أكون بالمناسبة المملكة العربية السعودية وهي تطلب أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ضبط النفس لاحظوا المملكة العربية السعودية اللي شنت حرب استمرت من أحو تسع سنوات على الشعب اليمني تطلب ضبط النفس لكن هذه المملكة العربية السعودية في هذا الوقت هي الآن تتفاوض مع الصنعاء وتقدم مشاريع لإنهاء الأزمة التي هي يعني الآن حولت نفسها بعد حالة اللا حرب واللا سلم يعني بعد الهدنة إلى وسيط وهذا يعني أنه لا يمكن أن يفعل الأمريكي أو الفياء الصهيوني شيئا الولايات المتحدة تعترف علنا بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا تعترف علنا بعدم جدوى العمل العسكري ضد صنعاء ويقول لك هذا اليمن خسرا من شنو والولايات المتحدة الأمريكية تعترف علنا وتقر بأن أي تدخل موضع عسكري ضد صنعاء لن يحد من قدرة صنعاء أبدا وهم يعرفون جيدا أن هذا الشعب اليمني هذا الشعب عندما لم يكن مؤمنا أني وجدت امرأة تملكهم في قصة سبأ كانوا يقولون لملكتهم نحن أولو قوة وأولو بأس شديد هؤلاء الذين آمنوا برسالة برسالة أرسلها سليمان يعرفون جيدا ماذا يصنعون ويعرفون جيدا أنهم ماضون في هذه المهمة الأخلاقية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني ولوقف آلة الحرب والعدوان على هذا الشعب بل هو ناجح وقادر على أن يحاصر الكيان الصهيوني ومن يقف معه ويحيد الولايات المتحدة الأمريكية بل ويفرمل أي توجه لضرب اليمن في الوقت الحاضر على الأقل وإلا فعلي وعلى أعدائي ابقوا معنا اشتركوا في القناة الهروب الكبير حلوا المسألة اليهودية بالهجرة المعاكسة أحبائي لاحظتم يعني في العالم حديدا في الغرب وفي أوروبا بشكل خاص طبعا أولايات المتحدة أيضا الرأي العام هو ضد الكيان الصهيوني القادة الحكام مع الكيان الصهيوني ألمانيا تحديدا لحد هذه اللحظة ألمانيا مع الكيان الصهيوني فرنسا تراجعت قليلا على الأقل أمام الرأي العام الفرنسي ووافقت على قرار وقف الحرب التي الولايات المتحدة الأمريكية مارست ما يسمى بحق النقضة الفيتو عليها بريطانيا شوي امتنعت ألمانيا أيضا لا تزال تؤيد هذا الكيان الصهيوني في كل ما يفعله بحجة أنه الألمان مسؤولون عن ما يسمى بالهولوكوست يا بمي خالح نحن نفترض أنه وقع الهولوكوست من الذي ارتكب الهولوكوست المحرقة الألمان وأكدوا الغربية كما يقولون اضطهدوا اليهود وإن لجأوا من الذي سمح لليهود أن يعيشوا في بلدانهم بأمن وأمان المسلمين وهم يعترفون بذلك قلت لكم هذا هرسوق وغيره وغيره وآفشلايم وغيره من المؤرخين اللي كانوا يعيشون في دول عربية مثل العراق قالوا احنا كنا نعيش في أمن وسلام بعدين لجت الأصابات الصهيونية هي اللي فجرت وسوت مشاكل حتى يهجروننا إلى الكيان الصهيوني إلى إسرائيل فالآن ماكو شيء اسمه مشكلة لليهود يعني اليهودي طبعا أقصد اليهودي الصهيوني لأن اليهود عموما اللي موجودين الآن في العالم اللي ما رحوا إلى الكيان الصهيوني والكثير منهم لا يقر ولا يعترف بوجود هذا الكيان الصهيوني ويعتبرون أن إقامة دولة في زمن الشتات هو كفر واعتراض على إرادة الله يعيشون بأمن وأمان وسلام وضحم الاقتصادي فوق العالم وما عندهم مشكلة فليهش هاي الحروب وليهش ملتهين والله احنا نريد نحل المسألة الآن يريدون يحلون المسألة الفلسطينية بحل الدولة يابا ما يحتاج حلوا المشكلة اليهودية هاي المشكلة اليهودية انتوا شفتوا خلال هاي السنوات الماضية منذ وعد بالفور 1917 وحتى يومك هذا وباعتراف الكيان الصهيوني وباعتراف قادته وباعتراف حاخاماته وعلمائه ومؤرخيه ومثقفيه لم يعوش بسلام هم يقولون يقولون احنا ما نعيش بسلام ولن نشهد هذا السلام الا اذا سيطرنا من النيل الى الفرات وهذا يعني معناه حروب مستمرة فبما انه ما عندك مشكلة انت في الغرب يا اخوان رجعوا الى بلدانكم ويا دار ما دخلت شر هذول اليهود اللي قاعدين الان الصهايلة في فلسطين اللي جنوا اموال يا ابا بالعافي عليكم جنية اموال طلعوها وروحوا استثمروا بلدانكم اللي يريد يبقى هم خلي يبقى بس خلي يعطي الحق لاصحابه وعيشوا بالسلام هذا هو الحل الذي الان تدعو له فرق كثيرة وكرر فرق كثيرة من اليهود بين قوسين الاسرائيليين واصبحوا يسمونها بالهجرة العكسية لكنهم اطلقوا عليه الهروب الكبير خاصة بعد السابع من اكتوبر كانوا جماعات ها جماعات الان تشكلت على مدار الساعة تدعو وتثقف الجماهير بس هذا وسائل الإعلام ما تركز عليه كثيرا انا اروح افتش في ثنايا الصحف العبرية واجد هناك دعوات دعوات قصيرة طبعا تكون محاولات من الحكومة يعني هاي الحكومة الحرب الاسرائيلية لمنع نشر مثل هذه الاخبار لكنها تمتشر لانه ما يقدرون يقول لك احد دولة ديمقراطية هذا هاي المزاعم اللي يزعمونهم فكتب مثلا يقول واحد الآن هاي امامي نص يقول على مدار اكثر من سبع عقود ونيف تتباهى الوكالة اليهودية اللي هي قادة الهجرة الى داخل فلسطين بدورها في استقدام اليهود من حول العالم الى فلسطين التاريخية لا اعترفون بفلسطين التاريخية وماكو داعي اذكركم بقول دوماير ب73 صوته صورة واتمنى من الاخر المخرجي يخلي الفيلم خلفي قد بي يعني حقوق نشر بس خلفي هي تحتي تقول انا فلسطينية وانتو كلكم فلسطينيين قادة كانوا معها في السلطة وجوازاتنا جوازات سفر فلسطينية تقول انا فلسطينية فتقول هذا الصراع الان يعني هذا الذي يجري حاليا هم يسموه صراع بين الفلسطينيين والكيان الصهوني وقبله كما يقولون الصراع على الحكم في اسرائيل والاحتجاجات المتواصلة ضد حكومة ما يسمى بالاصلاح اصلاح الجهاز القضائي اللي قادها النتنياهو ادى الى قلق الوكالة هي الوكالة اليهودية حيال رواج ظاهرة الهجرة العكسية لليهود خاصة العلمانيين منهم لا انا اضيف لك كما قلت لك في المحور السابق عن هذا المؤرخ اليهود وقبل في الاسبوع الماضي نقلت لك عن حاخامات يهود المتدينين ايضا اليهود يقولون المتدينين ان هذا الكلان زائن لا محالة وان وجوده مخالف للشريعة شريعة موسى عليه السلام ويعترفون يقولون يعني دائرة الاحصاءات المركزية الاسرائيلية دائرة رسمية تقول تكتب تقرير مفصل بشأن عزوف اليهود من اوروبا وخاصة ابناء الجالية في فرنسا على القدوم الى الكيان الصهيوني هذا التارثة هذا العزوف قبل السابع من اكتوبر حسا هاي الجمعيات الجديدة اللي دشأت وسووا منظمات يسموهم الهجرة المعاكسة دعونا نهاجر تستعين بهذه التقارير تقول هذا قبل لا يصير هذا الطوفان زين ورا هذا الطوفان هذا الكيان عاجز على ان يحمينه بعضهم ايضا لا لا يهاجر لانه لا يؤمن بان هذه البلاد بلادي بس ما يحس بالانتماء ويقول يعني دول الفلسطينيين لا يمكن ان نقف بوجه تطلعاتهم لتحرير ارضهم فاذا احنا نجينا على الامان ويجينا حتى نستثمر وصرع الدفلوس وبيوت ما جاي نحصله فلنرجع الى بلدانه وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجرته الاذاعة الاسرائيلية الرسمية كان معروفة هيئة البث اسمها كان هي هيئة البث الاسرائيلية فان اكثر من 25% من اليهود البالغين فوق 18 سنة يفكرون بالهجرة من اسرائيل هذا قبل 7 اكتوبر الان العدد زاد بشدة يفكرونه تفكيرا جديا زينا ورا 7 اكتوبر التفكير الجدي يسعونه الى عمل في حين شرع 6% بالفعل في تلك الايام باجراءات عملية للهجرة يبيع بيته يبيع رائش عنده يصفي املاكه كذا ويروح يهاجر واتى هذا الاستطلاع الذي شمل عددا من اليهود على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها يعني بين قوسيا اسرائيل رد حكومة نتنياهو وتيقدر الاستطلاع الذي اشرف عليه واعده البروفيسور كاميل فوكس المختص في الاستطلاعات الرأي بان مئات الاف اليهود يتجهون في المستقبل لهجرة اسرائيل في حين لاحظ ان الكثير من العائلات اليهودية تسدي النصائح لأولادها بالهجرة واسد اصدار جوازات اجنبية اعتبار انتكم خلفية هذا اللي من طورندا وهذا من روسيا وهذا من دول الاوروبية تحديدا ورجعوا ورجعوا لها اخذوا جوازاتكم ورجعوا عليتي حال ان هذه الهجرة احبائي التي تزداد يوميا من الكيان الصهيوني شوف وفقا لبيانات هذه طبعا تبشر بخير وهذه تعني ايضا ان الحق الفلسطيني لن يضيع وفقا لبيانات دائرة الاحصاء البركزية بلغ عدد اليهود الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية وهاجروا بالفعل من البلاد حتى نهاية 2022 نحن نحن على ما بعد 7 اكتوبر نحشيلك على فترة الرخاء والامان وما كما يقولون مثل ما حصل في اكتوبر مع انه هم يقولون لم نكن نعيش بسلام ابدا بلغ حوالي 900 الف يعني مليون ألمان ان الاحصاء لا يشمل اولادهم الذين ولدوا في الخارج احبائي ان هذا الكيان زائل لا محاله ان هذا الكيان زائل لا محاله وان طوفان الاقصى نجح في زرع الخوف والرعب في قلوب كل اولئك الذين يفكرون بالامن والسلام ويريدون ان يعيشوا امنين وافضل طريقة افضل حل لهم هو فلسطين من البحر الى النهر من النهر الى البحر هو ان يذهبوا الى بلدانهم قلت لكم هنا في الغرب ما حدهم مشكلة يجون معززين مكرمين والكثير منهم بالمناسبة لم يقطعوا جذورهم خاصة الغربيين اللي جاءوا من دول اوروبية وغربية واللي يريد يعيشهم خلي يعيش بس خلي يعطي الحق لاصحابه واهله وإلا فان هذا الهروب الكبير سيزداد على لطاق الواسع يوما بعد اخر حتى يرث الله الارض ومن عليها والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اشتركوا في القناة فضائع واكاذيب مزعومة او فضائع مزعومة واكاذيب هكذا حشدت اسرائيل الدعم لأعمالها الوحشية في غزة هذا عنوان لصحيفة لبراسيون الفرنسية قامت بتحقيق هائل خلصت فيه الى ان التقييم شبه النهائي اسه هذا من باب شوية المدارات تعرفون الصحافة الغربية ايضا هناك مراعاة للمزاج حتى لا يوصفون بانهم اعداء للسامية بعد شهرين من الهجوم بعد شهر اكثر من شهرين طبعا الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الاسلامية حماس على اسرائيل طبعا هو يصف الهجوم بالارهابي محاولة الموازمة يؤكد هذا التحقيق ان الفضائع المزعومة التي تم نقلها على عجل ووصلت اعلى المستويات للحصول على الدعم الدولي لتل ابيب لم تحدث مطلقا طبعا سابقا جرى مثل هذا الحديل وتراجع الرئيس الامريكي عندما زعم انه رأى رأى بعينيه الاطفال الرضع الذين يذبحون منسئلو قالوا لا تشفت معين قال لا خبروني وبعدين اعترف البيت الابيض الامريكي قالوا بان الرئيس بايدن اعتمد على ما يقوله النتنياهو ومكتبه استعادت الصحيفة في تحقيق المشترك بين ذكرة الصحفين الاستقصائيين اسامهم تفاصيل الاعمال التي تم تصوير معظمها يوم طوفان الاقصى موشي جديد ومفابرك السابع من اكتوبر بعد ان اصبحت النتائج النهائية لما حدث محروفة تقريبا ولاحظ قسم التحقيق بالصحيفة وجود العديد من القصص والشهادات غير المؤكدة او غير المتسقة وقد اكدت البيانات المتاحة ان بعض الفضائع غير المؤكدة الموصوفة في البداية لم تحدث ويتعلق معظم هذه الشهادات الكاذبة بمزاعم اساءة معاملة الاطفال انتبه لي التي كانت في قلب حملة العلاقات العامة التي بدأتها اسرائيل خلال الفترة الماضية هو طبعا نقول قبل شهرين باعتبار التقرير قبل ايام وقد روج هذه الاكاذيب لأسابيع رجال الانقاذ المتطوعون والجنود او مسؤول الجيش الاسرائيلي ولكن ايضا رأس الدولة والدبلوماسية الاسرائيلية وضجت بها الصحافة العالمية وكذلك تصريحات القادة السياسيين الغربيين وتساءلت الصحيفة هل قام رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو او وزارة الخارجية او زوجة الرئيس اسحاق هرسغ بنشر الاكاذيب عن عمد في احاديث دبلوماسية على اعلى المستويات بهدف حجد الدعم للرأي العام الدولي طبعا هذا التساؤل هذا مو سؤال استفهامي هذا سؤال استنكاري استفهام استنكاري تذكر كذبة الاربعين طفلا وذكرت قالت ان هؤلاء يعني طبعا نقلوا عن مراسلة القياء القناة الاسرائيلية اربع وعشرين ان احد القادة هنا قال ان ما لا يقل عن اربعين طفلا قتلوا ان بعضهم قطعت رؤوسهم وقالوا انه لم قال انه لم يرى مثل هذه الاعمال الوحشية من قبل هذا اللي كرر بايدن وتراجع عنه وتكرر هذا البيان في وسائل الاعلام في جميع انحاء العالم بماسبة حتى الان يعني حتى بعد هذه الفضيحة هم لا يزالون يكررون ومن قبل السلطات الاسرائيلية لعدة اسابيع وفي اليوم التالي للسبعة اكتوبر نشر الحساب الرسمي لدولة اسرائيل على تويتر مقطع فيديو من القناة نفسها اربع وعشرين يعني يستحضر مذبحة فار عزة مصحوبا بعبارة اربعين طفلا قتلوا ثم انتشر البيان بشكل بعرز بين اشرطة الفيديو التي غمرت بها اسرائيل الانترنت في اكتوبر تشرين الاول للتنديد بما تصفها بجرائم حماس يجي هذا التحقيق يقول كل ذلك لم يحصل ابدا لم يحصل ابدا لم يقتل طفل لم تقيد ايادي اطفال الى الوراء لم يلقوا في فرن لم يخلق طفل ابدا ابدا حتى زعموا انه يعني بقروا بطون الحوامل لم تكن تتواجد ولا امرأة حامل في تلك في تلك الاماكن التي اقتحمها عناصر حركة المقاومة الاسلامية وتفاصيل كيف نقل نتنياهو مثل هذه الاكاذيب الى بايدن وكيف ردد بلينكين وزير الخارجية اليهود الصهيوني الذي زار الكيان الصهيوني بصفته يهوديا كيف ردد امام الكونغرس روايات اسرائيلية عن بينقوسين هو يحط بينقوسين التحقيق فضائع ارتكبت بحق اطفال في بئيري لكن التقارير اثبتت انها لم تحصل وهذه الفضائع كما تقول الصحيفة ابلغ عنها حرفيا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين كما قلت لكم في يوم 31 اكتوبر امام المجلس مجلس الشيوخ الامريكي ونذكر تفاصيل ويمشي صبي صغير وفتاة صغيرة عمرها 6-8 سنوات والدهما على مائدة الافطار اقتلعت عين الاب امام ابنائي وقطع ثدي الام وبترت قدم الفتاة وقطعت اصابع الصبي قبل اعدامهم علما انه لم يمت هاي الصحيفة تقول اي طفل بين امره بين 6-12 سنة في هذه بئيري بحسب التقارير المتوفرة شي مرعب شي مرعب يؤكد لك ان هذا الكيان الصهيوني الذي هو اساسا كذبة هذا الكيان الصهيوني مو انا اقول ولا انت تقول الذي تعرف ان هذا الكيان هو كذبة لا 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 هذا امامك محقق عالم مؤرخ وعالم اثار معروف اسمه اسرائيلي البروفيسور زائف هرتس سوغ احفظ هذا الاسم هذا اجرى تحقيقات مفصلة هذا عالم يسمونه عالم انسان وبحاثه في علوم الاثار هذا المؤرخ يفضح الاكاذيب التوراتية يقول الاثار التي اكتشفها اليهود يهود وهو موجود الان على فكرة هناك في الكيان الصهيوني تنفي قيام دولة اسرائيل التاريخية هذا يحقق وينشر ويؤكد ان هذه كذبة اختراع مملكة هذا عنوانه يقول المكتشفات الاثارية الاخيرة في القدس جاءت لتزيد المسألة تعقيدا خصوصا وان هذه المدينة المقدسة كانت عاصمة المملكة المتحدة بالنسبة لهم المذكورة في المزاعم التوراتية فالحفريات التي حصلت في القسم الاعظم من القدس خلال المئة وخمسين عاما الفائتة اتاحت اكتشاف اثار مهمة لمدن قديمة عائدة الى منتصف العصر الفرونزي والى العصر الحديدي الثاني على مرحلة زمن جودا كما يقول في حين لم يعثر على اي شيء يدل على وجود المملكة مملكة اليهود ماكو ماكو شيء كانت وهذا اختراع يقول كانت مدينة صغيرة مع قلعة صغيرة وعلى كل يضيف هرزغ يبدو ان الذين شوف العبارة جد مثيرة يبدو ان الذين قاموا بكتابة نصوص التورات خط عليه تحتها خط كانوا يعرفون هدس القرن الثامن قبل الميلاد بجدرانها وبثقافتها الغنية التي تم العثور على بقايا آثارية دال عليها في انحاء مختلفة من القدس بواسطة التنقيبات الآثارية في المدينة وهذا ما يجعل هؤلاء الكتاب المزورين يخترعون قصة المملكة الإسرائيلية المتحدة الكثير الكثير من هذا التزييف أخذ ينتشر بالآولة الأخيرة وخصوصا بعد هذه المجازر التي فضحت هؤلاء والتي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وبدأ الكثير من المؤرخين الذين كانوا يعترفون بأنهم صهاينة وجاءوا إلى الكيان الصيوني بصفتهم صهاينة صهاينة شنو يعني يعني هذا المذهب السياسي هاي الحركة السياسية التي تؤمن بأن هذه الأرض أرض أرض الميعات بدأوا يتراجعون وقلت لكم سابقا شلومو ساند واحد بسيط من هؤلاء وهو موجودون الآن في داخل الكيان الصهيوني شلومو ساند تتبع عن اختراع شعب كما يذكر هذا هيرتسوغ يقول اختراع مملكة لكن يقول اختراع شعب ماكوش اسم الشعب اليهودي يقول اختراعوه انه اشبرو انه بعدين كتب كتاب لماذا لم أعد يهودي يهودي طبعا هو يقصد اليهودية الصهيونية وهذه اكاذيب مع كل الاسف متورط فيها مع اخواني واحبائي الاعلام العربي ايضا الاعلام العربي يعني الاعلام الانظمة والذبان المتصهين العربي ايضا متورط في نشر اكاذيب الكيان الصهيوني بعضه يتبنى الرواية الاسرائيلية وبعضه يزعم الحيادية الشيش اعلام عربي يجعل ما يجري هو صراع بين الطرفين الحرب الاسرائيلية بين اسرائيل وحماس ومع كل الاسف لاحظت بعض القنوات المحسوبة اقول على المقاومة مع كل الاسف اقول يستخدمون هذه العبارة الحرب الاسرائيلية على غزة وهذا ينطوي على الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني اللقيق اللقيق نتقول الحرب الاسرائيلية وانت لا توضح لان هذا الذي جرى يعني الحرب الاسرائيلية على غزة هو هي من المكاء الاكاذيب انها حرب الدفاعية رد فعل على ما جرى في غلاف غزة لكن غلاف غزة وفق من فمك ادينك الزموهم بما الزموا به انفسهم وفق قوانين الدولي الممتحدة اللي تعترف بهذا الكيان الصهيوني هذه العمليات جرت في اراضة فلسطينية محتلة فليست من الكيان سورت فعل ولا مو حرب اسرائيل على غزة هو حرب الكيان الصهيوني اللقيق يا عالم هو نفس الامين العام للامم المتحدة يقول هذه العملية لم تأتي من فراغ وتجي انت في اعلامك العربي تروجه للرواية الصهيونية معكم للأسف تبقوا معا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر